رست على رصيف رقم واحد في ميناء العقبة الجديد أول باخرة قمح محملة بـ 48 ألف طن وصلت الباخرة بعد تركيب مفرغتين حبوب وبطاقة تصل إلى 800 طن في الساعة لكل مفرغة حيث استمرت عملية التفريغ لأول مرة ثلاثة أيام بدلا من عشرة أيام في الميناء القديم مدير المشاريع المينائية في شركة تطوير العقبة المهندس محمد دردساوي قال إن القدرة الإجمالية لهذه المفرغات رفعت كفاءة الميناء الجديد ليكون من أسرع الموانئ في هذا المجال على مستوى المنطقة إلى جانب أهلية وجاهزية الميناء لصقبال أضخم بواخر العالم المحملة بن حبوب والتي تراوح وزن حمولتها من 55 إلى 60 ألف طن تم تفريغة في الصوامع التي أنشأت لهذه الغاية سعة الصوامع الحالية حوالي 100 ألف طن وهي المرحلة الأولى من ميناء صوامع الحبوب الجديد في ميناء العقبة الجديد تم استخدام أفضل الأجهزة في عمليات التفريغ والنقل والأخشطة الناقلة لكامل المشروع والحمد لله المشروع حاليا تحت التشغيل التجريبي وسنستقبل إن شاء الله الشحنة الثانية قريبا خلال شهر ثلاث لعملية استكمال التشغيل التجريبي لميناء العقبة الجديد